أهلاً 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 يعني أنا بيك فان تبتلك ربنا اخلي McMahon مشحاك بس ده فنشبك يا ميليوصحبهم ومعارف مهي في بنما شديد دون أنا إيه ده ده العفاريت شخصياً فيك تهب آه ده كتاب جديد بتاعك نهاية الفو ده آه لا ده ده بقى كل أعرف عصارة العفاريت في الجزء الرابع بقى لا تكلم جان طب أنا اليات نات أجزاء عندك أنا اليات نات أجزاء عندك والله إيضاً يشرفني يا رعوح حالاً لا حبيب، قبل أن تكتب لي إهداء و أنا كمان لا، أنت اللي هتكتب لي إهداء كما فهم لا، هكتب لي أنا بس الله لا، هكتب لي أنا كمان، كلها جاب ديلي لا، 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 فلاش نشوف خطري ها شبر طب ماشي، تفضل رؤى تفضل، تفضل، تفضل دورتها يا أحمد جداً جداً والنهارة ستبقى حلقة إن شاء الله لطيفة جداً إن شاء الله إن شاء الله مين تاني بقى سيناورنا وشرفنا ويدلعنا بقى، أن هذه حياتي وهيعفراتنا الوالدة، الوالدة، الوالة، مين؟ حميبي ت diğer، حميبي تء! حميبي تقضي نورتنا إن الفضالي، انشبت؟ إن وjarتكم إيه حميuly تمام Boo نورنا جداً.. أحمد يونيس... لا مطاقة بداية أنا حضراتك في قراصي طبعاً. حبيبي. رعبني على طول كوري خميس. واللهي. واللهي العظيم غالباً. آه. أنا هنحكي دلوقتي. أنا هنحكي رعبني. بسطب. السؤال الأول لك يا مامور. آه يا روح. هل هناك شيء أسمع نحس؟ فيه نحس طبعاً. لكن نحس هو شكله إيباً. اللي هو البني آدم ده بينحس نفسه. يعني لما تركز يعني مثلاً جب مسكت حاجة تكسرت منك أو فيه شغلانة واخدها ما تعملتش. أنت بتقنع نفسك إنها نحس. هتلاقي بعد كده اليوم كله نحس. فعلاً؟ آه طبعاً. بس ما فيش حاجة أسمعها كده. أنا بقى بشوفها طقة سلبية. يعني موضوع إن اليوم كله يبقى نحس ده. آه طقة سلبية ما هو النحس طقة سلبية. تفاقل بتتفاقله وبتتشأمه؟ أنا جداً. آه يعني لو شفت قلت صودة بنهار. ما عنديش من تحت سلب أبداً. آه ما تديش سبونة ولا حاجة مدبابة لأي حد تخسر خناء. إيه ده السبونة إيه طيب؟ خناء. والله؟ آه المؤس لما بيكون مفتوح ما مش حلو برضو. الله 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 آه دا الحكاية كلها هنا. يعني مثلاً ما فيش مرة المؤس كان مفتوح ما حصلش خناء ولا حاجة؟ آه ما خدتش بادي. لا أنا باخد بادي لحاجاتي والله. لكن المدبابات آه طبعاً. المدبابات؟ آه يعني أي دبوس ديماً يحطو في حاجة وتأخده أنت ماذا؟ آه ما تأخدهاش ولا الملح. لا يعنيش بس الإبرة والسكينة يعني ما تلاقي يعني أنا عايز الإبرة. تريدين الإبرة اللي معاكي. أدي تهلك بعدها بشواء غزب نعانك تلاقي إنها في السكت بتتخاني. ماذا تدخلك شكراً؟ آه حطها وأنت أخدها. تكريمي جد؟ آه الله. طب دا الملح مفروض طاقة إيجابية. لا ما تبادلوها مع بعض مش حالوة. طب يا أحمد أنت بتتفاعل وبتتشام بيه؟ لا عادي. أنا الدنيا تمام. ولا تتفاعل بحاجة وتتشام بحاجة؟ بتتفاعل بوجوه معينة يعني ناس معينة في حياتي كده لما طول ما أنا شايفهم قدامي لقى الدنيا تمام. أبني بالنسبة لي لما شوفه في بداية اليوم كده خلاص أنا عارف أن الدنيا زي الفل. لكن فكرة أن أنا أتشأم من لبس معين من أشخاص معينة غير في حياتي أو أن أنا في موقف يحصل في قفلي اليوم. لا أعرف، شايف أن هو أنه لازم أكمل أو ألاقي من مصايب كثير فمش هاشتعني. أنا أعني لك أن نحاول مثلاً نتفرج على محتوى شكورة وبعدين الفريق مهم بالنسبة لنا. لو نيجي نيجي رقب مع بعض لازم يعدنا في نفس الأماكن اللي بنعطيها كل مرة. لنريد النتيجة. يعني مثلاً إيه لو حد عادت في حالة أخرى يقول لا 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 تعالي نعود نعود نفس اللبس نفس اللبس نفس اللبس يوجد نفس اللبس نفس الناس تعمل كده فعلاً ده بيبقى معتقد كده جوام بس مالوش أساس مش كده؟ أنا بتوقع أنها أنت كده أنا بالنسبة لي لو أساس أنا إيه؟ ده الدبوس والحاجات كلها أعتقد أنها من التربية يعني أنا جدتي كان دايماً هي اللي حطت لنا للحاجات دي فيه وأنا بالتالي عديت ابني وأخواتي نفس الحكاية وكلهم بقوا زيك وكلوكوا زي بعض في حكاية دي طب ما ممكن تقولي لي مثلاً فيه روتين معين في يومك ما تحبش تغيري؟ يعني يومك بيبدأ إزاي؟ يعني أول حاجة لازم أصحى أعمل كده حاجة حلو أوي؟ لازم أعمل كده في الأول وبعدين بقى فيه تقوس معينة بتتقال كده بقولها وبعدين بقوم بقى يومي لو مثلاً أي ما مستعجلة جداً ولا أو ما عملتهاش أبا اليوم يتلخبت هل تتكرمي هاد؟ لا أعرفش ده بيبقى إحاق ولا بيبقى معرفش لما عشان انت برضو معتقداتك المؤسسة والشيفش بالمقلوب برضو طبعاً مقلوب سفر لا إش لما يكونوا راكبين على بعض سفر يبقى فيه سفر المقلوب لوحده بقى إدائية لما تلاقي مقلوب أعدلو لا المقلوب وحش فالوحش انا شايفك ممبهر مع أنت مصدق في الحاجات دي كلها لا مش كلها يعني مثلاً لما يقولك إيه بتربي عندك سمك في البيت اجبلك الفقر نعم تحيييييي بيقولك مجلد بس في ناس بقى بتقولك السمك لما تحطه في البيت رزق رزق طبعاً دائماً يقول سمك حاجة لذيذة يقول لك رزق السمك اللي هم ناي يقولوا عليه رزق وده فال كويس في البيت اه مثلاً يا ما جدت سمك يا ما جدت سمك وطفص حمي متعديش طب موضوع السمك فيه حاجة مثلاً الناس كلها بتتشائم منها وحايت بتتفقلي بها السؤال برضو عايزة أسأله السمك؟ اه يعني مناسبة السمك البومة فيه ناس بتتشائم من البومة جداً طب مرحبتي بقى أنا حب رقم 13 رقم رقم المفضل ناس كلها بتحبوهوش والغرب ناس تقول لك الغرب ده شعم بس الغرب ده من أسكال حيونات هو صوته نفسه ده ده اللي علمنا الدفن اه شوف علمنا ايه يعني هم علم ايه وعلمنا وخلاص بس ايه تقول لك حاجة أحمد فيه ناس تقول لك ايه ما تقولش السؤال لي كنتم اتنين نبتدي بأحمد اه يقول لك ما تتكلمش في الموضوع ده لكي لا تتنظرش تداخل الشغل مثلاً او هتكتب حاجة او فيه ناشر هتقابله عشان الكتاب تتكلمش على الموضوع عشان الشغلانة ما تتنظرش وتبوز لا ده حي انا طبعا عارف جابة مهم الاول بس عايز على المهم لا انا اكيد انا اتفق بالعبنة دي بالزاد لا اه يعني الحسن تداري اه الحسن يعني فيه ايام مشاريع بازت مجرد ما بس ان انا فكرت احكي وبنبقى دخلين مثلاً تصوير دخلين خلاص بكرة بكرة الشغل تلاقي جاي لك مكالمة قالوا احنا بس فيه مش عارف هيحصل ايه احنا هنأجل فهنأجل دي بعرف ان خلاص الموضوع باز وفيه اشخاص معينة مفروض ما يارفوش اي حاجة يعني فيه ناس بلا بشتنة تتعرفهم حاجة خالص لان دول بقلي غير بعد ما تخلص احبطي نشوف الواحد انا هقولك على حاجة انت ممكن تعملي عمل واتداري عليه وكل حاجة وبعد ما يتعرض الناس تحسدك انك عملت الدور ده لا دي بتاعت ربنا بقى مالحسن ده ما هو الحسن ده اه طلع عارف احنا وصلنا مالحسن وخرج عملنا اه لا فيه عمل يعني فيه ساعات يعني مثلاً جالي مسلسل مضيته وخطة عربون وكله خلاص وصورنا مثلاً اسبوع اه فقلت بتحدث مع هذه الشخصية ويه ويه مسلسل ويف تماماً يا نهر ابيض بس مرجعناش العربيين سراها بتا طبعاً 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 احنا عايزين نتكلف موضوع داري على شماعيتك تير بس بعد الفاصل ورجعنا تاني للخرافات والحسد والعفريت والحاجات ونكمل حوارنا عايز اقول لكم ان انا من الناس برضو انا مش مؤمن بالحاجات دي اوي انما ايه اه غصب عني بخاف برضو يعني مثلاً ايه ما عندها النهاردة تصوير وحروح ازورها في الستوديو بتاعش انا اقول لها مبروك واقول للزماني مبروك بخاف اروح لان اخاف انه يحصل حاجة تقول لك بص لما جاء اللهم بطأت مثلاً يعني مشكلة انه بيحصل عارف بتروح ويعني وتبقى الآن طب هروح اعمل الواجب وخلاص فأول ما تروح كاربا تقطع يحصل ايه حاجة يا رب يا رب يا ايه اللي جابني انا كنت عافلين بص هي تفكير انا بشوفها دائماً اعرف اللي يخاف من العفريط يطلع له افضل افكر كتير هيحصل لا يحصل فهروح هيحصل ودي مرتبطة بالتعرف شوية بالطاقة بالزبط انا بكتصة عايز اقول لك موضوع الطاقة والعلاق بالطاقة داس بقى فيه علاق بالطاقة وتقدر تقول لك ايه ما شكلك ولو في حتى حاجة عضوية تقدر تعاليك انا خدت كورصات في الموضوع دا انا خدت كورصات في الموضوع دا اه طعم بص أن دا فيه اه والطاقة الروحية والحاجات ذي ايه واللي هي الاورة اه لا مش دي مش دي لا الاورة بذبت اللي هي محيطة بيكي الهالة الهالة بالذبت حيك بقى بتصدق شكلك في الكلام دا اه اه عندك اي حاجة حصلت في الموضوع دا قبل كده اه لا بس انا بحس انا بحس عندي حاجة كده بتحسي بالناس اللي قدامك فيه ناس اشوفها اول مرة زي حيطة تبني ويجوز روي يعني ما شوفش خالص وفيه ناس من اول لحظة بيحصل كونتاكت ويفضل وابقى صح يعني فيه شخصية معينة يعني مساحبة مثلا حد حاجة كده تيجي تقولي مها اي رأيك لها جميل اجري ويطلع كلامي صح يمكن تلات مرات في الاخر ببقى شي تقولي يعني تبا داخلها مثلا في علاقة او في معرافة ويبتقولي لا لا طب دي مش عارف دي برضو خطر لا ما انا بسك ما يمكن يكون كويسين مع بعض لا لا خالص ما هي ما بيسمعوش الكلام اه لكن بيبقى كلامي انا بيثبت انه صح يعني رفضك مبني على احساسي احساسك اه فانه يعني بتعرفيش عن الشخص ده حاجة لا 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 خالص طاقة بقى هيا دي الطاقة اللي بتقبل بتحس بيها كده طب ممكن يكون معاك انتي بس مش معا ايه لا ما هو بيطلع صح يعني فيه ناس تقوليلك ايه ده موتيلي على قلبي اه يقولك ليه ده لزيز قوي اه مش كده اه اه فيه تنافر لكن محد الدنيا تمام جدا زي ما فيه اماكن تروحها تحس انت مقبوض مش مش مرتاح واناقات فيه حاجة مش علامة يعني فيه لوكيشن تدخلوا يا جماعة فيه ايه فيه مخار وعملوا اي حاجة طب احمد انا عايز اقولك حاجة تمامة يعني فيه حاجات بنشوفها ساعتها على السوشل ميديا في الموضوع بتاع الطاقة ده ليه تمرحة ست بتقول ايه المشكلة الاساسية الحوض ما يتحطش جنب شباك المطبخ يعني المتجاز يبقى بعيد عن الحوض وحاجات كده خاصة بترتيب العفش كلام ده حقيق ده كان طلع حد وقال الكلام ده فعلا وفيه ناس كتير جدا غيرت بيوتها بالطاقة دي بس انا ما شفتش ايه انا ما عملتش كده لا مش هعمل كده اكيد قولك حط السرير مش عارفة ناحية ايه علشان وعدها معين ومزاجي لا بس فيه ناس بتبقى مسؤولة عن طاقة المكان وفيه ناس بتعرف تعالج طاقة البني ادم يعني دول بيبقى دي دراسة ودي دراسة اه 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 يعني اقول لك الحاجة الحاجات اللي فيها قبة والحاجات دي يقول لك دايما الحاجات اللي فيها قبة او حاجة عاملة زي الحرم دي اتقى فيها بتبقى قوارجة ده حقيق وذيبقى حاجة من ايام الفراعنة ام الاحجار والحرق بالضبط متعلقة بالشكل الحرم والعكس بقى يقولك انا بنامت ربك في حدث اه يعني بقى أنا ساعات وقول انا عايزة أبقى بقى بعدين اروح كاشة اقول لأ انا قمي دايما كنت تقولي داري على شمعيتك تيد طيب بس ربنا طلب منك انك تقول انها ما اللي انت فيها والحمدلله مع نفسك بقى مع نفسك بقى يعني احنا برضو المقصود فعلا بيها فحيز الناس اللي تفرح لي مش في المطلق هتعرف منين ام ما هو الواحد بقى بالتجارب بالأسامي اللي تشاهزوا تجربة انا عمان حذروا انا حصل معي موقف مرة في مسرحية من مسرحات كنت بعملها وكان اظن مسرحية قالباندة اظن فكنت انا وهاني رامزي واحمد الساقة وكانوا وقفين على المسرح احمد وهاني وقفين جنب بعض بيتكلموا وكان في حد جاي في اليوم ده يتفرج على الرواية كويس وهم بيتكلموا عارفة الاسبوتات الكبيرة اللي تقفوه دي في الهرسة بالمسرح وقف ع ثبوت كامل ثبوت قدي كدا وقع بينهم عرب يا رب فاقامنا بصير على الصالة وقفنا السطارة lace كنت بيتعرضه بنارد يا نهرب يا د ايوك نبنارد تنفزت العرض وقعادين وكان اليوم كويس جدا وكان التضحك هذا الشخصية لم قمتش لقد عزل حد له شخصية دي لسه موجودة لا وفيه شخصية تانية جت في نفس الرواية وهو بتفرج بسترولعة يا ساتر يا ربي أول الله عزيزي بس أنا برضو يعني مش عايز أظلم لأنه فيه صدف بتحصل فعلا بتبقى صدف أوه يعني أفعل فتح تروح تزوري حد طب لو عايز تروح تزوري واحد عيان إذا أجب دائما أجب دائما هتعمل إيه أجب جدا بقى أقول لك هذا يا بلوهابا يروح نقود حسنا داخل عليه جب أجله وقرأت الفنجان. حقيقة قرأتي في الجهب ليكذا؟ نعم. أنا محسوطة قوي. فعلاً كان لازم نجيب حاجة في الحلقة. أنا اللي حجنيني في الموضوع هذا أنه فيه حاجات بجد يعني باوت جلسات زي دي. ومرة حصل معي قولت تجرب. بس أنا عرفت أنه حرام فابعت على الموضوع ده. إنما اتقال لي كلام فعايز على تفسير الموضوع ده. نبتدي معها. موصي حقيقي كمان. لا بوس بتوهل في يعني قليل قوي لا بتلاقي حد هيقول حقيقي. قليل جداً جداً. تخليني في القليل. القليل آه فيه. ده كان واحد بتديه كان أنا صغيرة يعني كان عندي بس 17-18 سنة. وواحد صاحبنا عنده عزبة في الأناطر. رحنا كلنا تعمى. طوع الجامع بقى كلنا تلعنا وروحنا على عنده. وبعدين وإحنا معدين كده لقينا بيت بكتين. وحد قاعد كده يعني يجعل كلامنا حفيفة غالي. آه ده يكد بجد. واحد راجل وست. واحد راجل قاعد. آه الشهر وعارف كلهم يعني ازاي ما يعني أول ما تولد ما استحماش تقريباً. آه. لابس جلبية مهرويلهم دهويلة خالص كده. آه. وانشاولينا عليه قال لنا ده مش بيقرك أفوال فنجان بيبوصل لك بس. نحنا كنا حوالي 20 نفر. نحن رحنا هناك وبعدين جبنا. وطلبنا كله بقى عايزين انك تشوف لنا تشوف لنا تشوف لنا تشوف لنا تشوف لنا فراح مناقي أنا واتنين أصحاب. اتنين أصحاب يعني. جي. وقال لي حاجات والله والله سوار يعني مفيش حاجة لها ما حصلتش. مستقبل شماضي. مستقبل. مستقبل. أولاً جاب اسم أمي. أنا هو لأ طلب اسم أمي فقط. جاب بقى إحنا كام إخوات ما عندوش فكرة عن أي حاجة. عارف أنا بدرس إيه وعارف أختي دي بتدرس إيه وعارف وقال لي بقى حاجات. ومن ضمن الحاجات كده قال لي حتتجوزي واحد مشهور جداً جداً. كنتش لسه ولا الهواء ولا حاجة خالص. وحيحصل دموع في الجواز الده. وحاجات بقى اللي هو حاجات كتير حتبقوا مشهورين أنتو الأربع. ولا كان فيه فرقام ولا كان فيه أي فكرة. مش معقول. I swear. وبعدين جيت أتديله فلوس فقال لا. أنا عايز كرامل لاية. كرامل لاية؟ أه. كرامل لاية. قلت له بس أنا ما عنديش. قال لي طيب ما تنسي الشيخ أبو النور. قال لي ما سيبي الخير أو أن يرحمه لو لاس لو مات. ما تنسي الشيخ أبو النور. قلت له الأسبوع الجاي. أوكي. عدى الأسبوع والله العظيم يا شيفين. أمسك طبق أنت تكسر. ما نمش. أه. وما كنتيش بتفكري في حاجة؟ خالص. خالص. أنا نسيت الراجل. أنا تأخرت علينا ما بدلوش الكراملة بتاعته. أنا نسيته. نسيته تماماً. نسيت كراملة دي. وبتالقيت بقى صاحبتي اللي كانت معانا. قال لي ما أنت وديتي للشيخ أبو النور الكراملة. قال لي يا ربيا. جايبة كيس والله كده وروح تطلع على هناك. رح خرم الكيس وأخد واحدة. أنا مش عايز غير كراملة واحدة بس. آه دي حاجات بقى الناس زي بقى تخدوا. آه. 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 ده كان ده فزقني أنا شخصياً بجد. وما بيبصي لك. ما بيبصي لك. ما شينجان ولا حالي. حتى ما بيمسكش إيد. موسيقى موسيقى يعني بقعد مع ناس ودور في قرى وفي الصعيد مصر. وقعد وبكتب اللي بيقولوه. وصيه بس بشكل الدراما الإدعية. الحاجات في منها حقيقة جداً. وفي حاجات أنا شفتها. أنا دايماً بقول إن أنا. فضلت الفترة أقول إن ده إحاء. إن أنا من كتر ما أنا بكتب. أنا بكتب رعب. وبقول قصص رعب بقالي فوق الاثناشر سنة دلوقتي. فقلت أكيد من كتر ما. يعني ما. كلمت في الحاجات دي. فهشوف. يعني ولو بالخيال يعني. لكن مرة واثنين وثلاثة واربعة. لدرجة أنا بشوف في الستوديو بتاع الراديو. بشوف. يعني في شخصية شفناها في البيت أنا. وبنت أخوية. ومراتي وماما كلنا شفناها. هي نفس الشفية. هي نفس السلسة. أول حد كان شافها بنت أخوية. كانت خارجة بالليل براحة تشرب. هو دايماً يعيني بيبقى دايماً حد رايح يشرب. رايح المبطة. ما شو قصدي والله العظيم؟ ما تربطيش بك. قصصية الجميلة. ممكن عايز تخدها بقى. أو حد تاني. طيب. لا بس أعرف بس الأكابر راحة بقى كتب. كانت خارجة. فلاقينا فيه سويت حاجة بقى. فأنا قطيت من على السرير. فيه يا نادا؟ قلت لي فيه واحدة كانت وقفة قدام السفرة. لابسة فستان أبيض. ولابسة طرحة بيضة. من فوق لتحت. يا ماما. فأنا طبعاً. يا ماما إيه؟ يا ماما إيه؟ كانت في كل رائحة قدامك. قال لها يا ماما قال. يا ماما أنا. يا ماما إيه؟ يا ماما أنا. يا ماما أنا. فقلت لها يا نادا لا بيتهيق لك. وليس عارف إيه. وهيكي أنت ما يفعش بإيه تقول بيتهيق لي. دا أنت قلت لها بصي بيتهيق لي. ثلاثة يام. أنا كنت بخلص الراجع دايماً الساعة تنين بالليل. أنا مراوح. لقيت مراتي روحت أمون هارة. في إيه؟ قالت لي اللي نادا شفتها أنا شفتها. وشفتها قدامي السرير وزقتني. في نفس البيت؟ في نفس البيت آه في بيت مامتي. آه. خلصت. هديتها يا دينة خلاص مش عارف إيه. قاعد بكتب بقى دايماً. وده دايماً مشكلتي. أنا وأنا بكتب الاندماج الرهيب. فأنا الآن من أي حاجة بتحصل. طب قبل ما تكمل دي. أنا عايز أعرف الحالة اللي بتبقى أنت وإنت بتكتب فيها عامل لنفسك. جو معين تشتغل فيه. بتعمل إيه؟ لازم. أصف لي شكل الأوضة. إضاقت الأوضة. إضاقته شبه يعني يكاد يكون شايف الكلام بالعافية اللي أنا بكتبه. آه. لازم. تتخاف نفسك. ما هو أنا لازم أخافه أنا بكتب. أنا ما بخافش أنا بحكي. أنا بخافه أنا بكتب. يعني. فعلاً. يعني أنا وأنا مسك الكتاب خلاص مجرد بحكي في الراديو. شوية ساوند فاكتس على مزيكة الحاجات دي خلاص. لكن وأنا بكتب لأ بتبقى الدنيا بحدك. وتبقى قعد. والبيت هادي. ولو حد. أنا دي ما شفتها. وأنت بتكتب. شفتها. اللي حصل إن أنا حسيت بحرارة. وأنا قاعد بكتب فحرارة غير مبررة يعني. من جسمك؟ لا من حواليك. حواليك. آه فبرفع عيني. اللي هو بكتب فبرفع عيني كده شفت حاجة زي سطارة. أو حاجة في حاجز بيني وبين باقي المكان اللي أنا فيه. وورا الحاجز الشفاف ده في ضل اسود شاد وكده بيتحرك. أنا بص بقى تقولي بقى خرجت غير ودونة. أنا طلعت أجري في الشارع. أنا جريت. أقسم بالله جريت. وكلمتهم من بره بالموبايل. كلمت بهم. أنا بصي أنا في الشارع. ابعتني لحد يفتح لي الباب. علشان أنا طلعت ورزعت الباب وراي. بعدها ماما قالتلي أنا شفت شفتها يا ابني جنبي على السرير. شفت بقى ماما. بعدها بمدة قيمة من النوم بتغطي حد جنبي على السرير. فماما في إيه؟ نامت. ماما نامت؟ نامت ما ردتش عليا. تاني يوم ماما أنت كان فيه حد بتغطي جنبك على السرير. قالتلي أيوة يا ابني أنا شفت عائل صغير كده جنبي على السرير. افتكرته ابنك. والطفل ده أنا يعني أمي دايما بتتكلم عنه. فيه طفل صغير جنبها بتصحى وبتصحى. أعرف يا أسمى ليه؟ أسمى إيه؟ أسمى إيه؟ أسمى إيه؟ أفكرة أنا مريد دعوة. المرحلة اللي هي بيري نوم صحيحان دي. اللي هي مش فاية قوي. بس تلاقيها وكل لخنا تردش. باب هنا أخاف بجد. والله. أيما بتشد كده البطارية بالراحة. اللي هو أنا بخاف من أمي في الفترة. في المرحلة دي بابقى قلان منها. أيوة أكيد ست واصلة. لا بس أمها أنت اللي بيحصل ده لابعيال بالنسبالك. ليه أنا ده ظهر. وبعدين تجيلك حد مهم. يعني أصلاً نروح الحمام. طب ما كنتش بتاخدي تخفيضات من شيكوريل. نسمى هذا. لا. رجب التحر. يا نهار. طب إحنا هنروح فؤصل ونرجع تاني. لا إحنا هنروح الحمام. رجعنا. نحن نخلص ونشوف عفارتنا. ونصبك ونصبك. لا ولكن أنا برضو قعدت. بعد ما بيعنا البيت ده بقى. مين الاشتراه؟ لو مش هنقول ده أسامي بس عايزة أقولك. الاشتراه تسجل. وبعدين اشتراه بنك. تفلس. وبعدين اشتراه سفارة. مش فاكر كنت سفارة ايه. مش شو ماردوش ان هما يعني. لا القطة اطهد. اه. التانية اللي هي موجودة دلوقتي. سفارة برضو. بيت السوق. لا مش بيعني زي. هاوستل كده للناس اللي بتشتغل في السفارة. هتقول غاية تلاتة متر او اربعة متر تحت الارض. حفاروه عشان يعملوا ايه؟ علشان بقى لو في اي حاجة معهم. بتانية الاشعاد تطلع بقى. كل الناس اللي بدوا يعرفون الفيلا دي. لا شيخة. اه والله. مهم السنة اللي فاتت بقى. ميرفت الدكتورار في جامعة. لقيت واحدة جاية تلات. لا دكتور ميرفت دكتور ميرفت انا عايزة اسألك. انتو الفيلا دي اللي هي موجودة اللي هي بتاعت الهاصر بتاعت السفارة. قال اطلاقة. اطلاقة بجد كان فيه عفارية اطلاقة. اطلاقة اصلاحنا بنشوف ناس بتتمشي في الكوريدورات. الله دوكتره. لسه بركتهم حلة. دوكتره. لما حفروا بقى. انت جبت الاصول من ضحنا. اصلي اصلي ابنه واقع من فوق السطوح. وهو بيجيب منجة. ابن الشيكورال. ابن الشيكورال. وهو بيجيب ايه؟ منجة. بيجيب مجة سور وقع بيه. وامراته ماتت من الشوك بعدها باربعين يوم. ايه ده؟ يعني كان في حد قبلهم بقول ايه؟ لا 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 لا. اصلي هو مات وابنه مات وامراته ماتت في نفس البيت. اه. اكيد في حاجه. لا دي احداث حصلت. بعد كده بقى هم فضلوا في المكان. فضلوا. هوا فعلا نفس الفكرة. هم مؤتبرين ان ده بيتهم. بيتهم. ايه. انا عايز اقولك ان انتو الغد دلوقتي ومتأخرين جدا. ان انتو متعملوش الموضوع ده فيلم. اه. بكلمة جد. اه. يعني ده يتكتب في اولو عن احداث حقيقية. اه طبعا. انا حيلا كنت مفكرة. بس هتخش بقى في متاهات وحتخش في حاجات يقولولك. ليه ما هو عادي ما بيحصل حاجات مندي. بس الخوف دايما ببقى الان من التنفيذ. يعني احنا افلام الرعبة محتاجة. ايوة. مع ان احنا عندنا قصص رعب. جد هيلة. ولا تقول لي بقى the others ولا تقول لي six cents. لا لا لا. برضو لأ برضو حاجات عينا برضو حلوة بالله. بس اللي انت تقول ده ميتخيرش عنهم. لا تتكلم ان انت عندنا حواديد حلوة تتعامل. ايوة. ايوة. احنا تجيل نعمل زومبي يعني. بس احنا عندنا في مصر. ده مش رعب. اه بالضبط احنا عندنا حاجات تخوف رسمي. يعني قصة زي البلدية تتعامل فين. انت تتكلم على التنفيذ. لأ دلوقتي فيه تقنية عالية وفيه شغل ممكن يتعامل. يعني انا من ضمن الحاجات مثلا كنت قلتها لأستاذ عادل الإمام. قلت لأستاذ عادل ليه ما تعملش الجزء التاني من الانس والجن. اه. في ظل التقنيات الحديثة اللي موجودة. انت ويسرى وبتاع ويتعامل أحداث جديدة. ممكن يبقى حاجة حلوة جدا. تعرفي اوبين الساوند تراك او المؤسرات الصوتات ذي اهم حاجة في الفيلم. جدا. ان انا جربت اتفرج على فيلم رعب من غير ما حطت السماعات. عملت ميوت ولا اي حاجة حتى لو فيه حاجات شكلها تشاف عن السنة. انت متخاففت للساوند فاكتس اللي بتطلع في الساوند فاكتس اللي بتطلع في الساوند فاكتس. انا بحب الأفلام اللي فيها سبريت ولي هي فيها أرواح. ايوه. لكن مش. مثلا. مثلا حاجات كده. لكن بقى القاتل قدامه والحاجات دي لا لا. ده الدموي ده يعني ما بيصنفش رعب قوي لا بيبقى هو مؤرف أكتر. لكن الحاجات اللي بتعتمد على الأرواح. الحاجات اللي غنضة. ايوه. اللي هي مش مفسرة قوي دي أكتر حاجة بتاتي. هي دي الحاجات اللي بتطلع. هي دي الحاجات اللي مفرقش عليها أبدا دان في حقيقت. لا. دي متعة. دي متعة. طب بعد الحاجات اللي كنت بتشوفوها دي بالنسبة للكوابيس بقى ايه؟ طبعا في الأول كان. يعني في الأول كنام. سيفضح إنه فيه جرأة حصلة رقيبة. دلواتي دلواتي اه. انا معدي شكل جريئ قوي. مين قالك ده أنا جابانة جدا. لا. ازايته وعدوكو خوف وعدتو طول السنين دي. والله. ما دارش قعد في بيت الواحتي. يعني لما سألت دلواتي قلتلك ايه؟ البيت ده. واسمق لتلك عملتو في ايه؟ قلت معناه. انا متخيل. كاميرا بترجع. مع مازيكة تا تام تام تا تام تا تام تا تا تام. نعم. وناس تانية فاهم؟ ويبطيب. ما هو ده اللي حصل فاهم؟ ولكن كنا حزنانين والله الزكريات. حزنانين؟ ده أنا كنتش قطي يوم. عشرة برضو. عشرة عشرة. أي ناس قاعدين معاهم واكلين شاردين. وبعدين ابويها لما يبدأ يشوف بيقوله. طب ما بيطلع لك كتير يا سيسي. طب ما تسأليه. يمكن يكون دافن حاجة في الفيلا. صحيح. طب ما حادش حاول تتكلم معاه؟ لا طبع. لا لا. 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 أموره قابلكم في حتة تانية غير البدة؟ لا. دائماً جوه البدة. لا مرتبط بالمكان متقالي. معنا وعاقه. يا سلام ولا درسيهم عرفة ويعملوا ايه؟ لا أتفكر. لكن لازم يبقى جوه المكان مرتبط بمكان بتاعه. وليس لازم يخش واضح. صحيح أنه حبهم. لا يمشي قدامهم. وامي كان كل سنة تغير وتبيد. وكل ما تبيد وتعمل وتغير وتعمل. أعملنا بجات جديدة. يرجع ويشوف. اه والله يرجع ويشوف. بيحتفل بالفبر ألوان جديدة. يجلنا مثلاً ضيوف جديدة مثلاً بايتين. صحاب عزة أو صحاب أمي أو شيء كده. أرى ابنة ينزل بقى الشقر. فعلا. يشوفوه؟ ما بقيت الناس يشوفوه؟ أه بالضبط اللي هو. عايزة تطمن مين ضيوفه؟ أنا جديدة جديدة سعادية لحد ما لم تكن تتكلم سعيدي. يعني. وكانت أخينا. يا حب الله يرحمها. أوي. فأول مرة تيجي بقت. بقت عندنا إحنا بعد فترة عادة في ملكها. وبعدين نايمة هي في السرير. واخد السرير كله بقى طبعاً وإحنا في الجنب الناحية التانية. وبعدين دخل. ومرة واحدة لقناها قامت. يا شفيق. يا شفيق. والله العظيم. وهي بقى مش قادرة تقوم يا عاببتي. واحنا جرينا لأننا عارفين هي شافت إيه. احنا ما شفناهش. فهي شافته يعني. شافت. قالت له. ما فيه واحد دخل علي ومسك اللامبة. مسك إيه؟ لامبة. مسك لامبة؟ اه. وهي مش فاكرة أنه عفريد. هي ابتكرة حد وقت. حرام يا. اه. ازاي حد يدخل. الضبط اللي نخش عليها. هو شكله بني آدم؟ ولا شكله غروف؟ احنا شفناه يعني. شفناه يعني. شفناه حاجات بتطير. وحتيب وتقف النور. هل أكثر من شكل يعني. لكن اللي شافوه. كلهم بيوصفوا الشعر الأبيض والأسيس. شادوا بس شايفينه بوضوح يعني. يعني. عارفين إن ده راجل. هو كمان ليهم أشكال يعني. أنا مرة كنت في ستوديو بحكي قصة رعب. فشفت قطة بتجري في الستوديو. ستوديو الراديو بيبقى صغير مش كبير. وكان معايا ضيفة. شفت وخلاص. فطلعت بريك فقالت لي. هو أنتو عندوك قطة هنا في الستوديو بتعمل إيه. قلت أنتي شفتي القطة. قلت لي أيوة في قطة كانت بتجري حالا هنا. بعدها شفت شخص قصير القامة شوية بيتحرق من جنبي. وخبطني على ظهري. وهو مش موجود في المكان. وعرفت إن كان في شخص ووقع من دور السابع. بنفس الموصفات اللي أنا بقولها. مش كنت عمال تلعب معايا من أول حلقة. وما فيش وحاجات. أنت عمال تلعب مش مختنعة. لا أنا مش موجود. أنا أمنت يا باشا. طيب أنا دلعتي عايزة أسأل أحمد. أكتر قصة أنت كتبتها أنت خفت منها. ما مالاش بأسة دي يا بقا. وتقول لي حقيقة تلعبتين. بيعزبنا ننا. أمان أنا أتكلم مع أحمد يونيس فيما. ولازم في الحاجات اللي بيشتجل عليها. فضل إفاندي. بص هو نادر فودة. الرواية دي هي أكتر شخصية. أنا بتعب عليها قوي. علشان هي شخصية أنا بتكرتها وشغال عليها قوي. أكتر جزء كتبته فيه إن هو فيه مشهد إنه الدفن حي. ياه. المشهد ده مجرد تخيله يعني. يخنؤك. آه مقبط جدا. مقبط طيب. وفضلت أقرى بقى تجارب ناس مروا بالتجربة دي. التجربة دي يعني ربنا ما يوريها لحد أبدا يعني. فكرة إنه حد يصحى يلاقي نفسه يفتبوت. يفقبر مقفول عليه. يعني متكفن. يا مامي. مش عارف يتحرك. وهو برضو يعني اللي حكى واللي أنا قريت له. ورحت سجلت مع حد بس هو ما وفقش إن أنا سجل. إن أنا زية. قال لي بص خد اللي أنت عاوزه. بس لا تقول اسمي ولا تقول تفاصيل تبين أنا مين. قال لي أنا صحيت. متكتف. فأنا فاهم إن أنا الغطى ملفوف علي وأنا نايم. فعمل أزق الغطى فبعدها بشوية أدركت لا ده ضلمة. ده فيه تراب في الأرض. لا أنا أدفنت. فكانت دي أقصى تجربة مرعبة وهو بيحكيها لي أنا مرعب بممزوج بقى. وإزاي تلا. بحزن. أقطع الكفن. وجاله فقدان وعي. فضل ينادي أكثر مثلا بتاع نص ساعة وفقد الوعي فلا هم خرجينه. بقول له طب هم سمعوا إزاي. قال لي فيه واحد كان معدي سمعني في وقت أنا أصلا كنت فقد فيه الوعي. يا ساتر. أنا حتى لو سمعته وأنا هلحقك. أنا لا أستطيع أن أرشي. سأكون منازل أكون في البيت. كم من زي ما أنت جوا أنا مش عايز أدخل. ممكن أن يكون عفريت منازل. أما بماشي في حتة زيدي في مقابر. وأنا أقول لي إيه؟ الحاوني. الحاوني. أما أنا عايش. أما أنا عايش ومش عايش. لكن هذه أكتر حاجة أبضتك. هذا المشهد وأنا بكتبه غصب عني تخيلت نفسي. يعني اللي هو راجل جال وغيبه ودخل واتقفل عليه. وبدأ بقى فكرة أنه يكافح. أنه يخرج من وسط الجثف. يعني أنا أبو يد على دقيق التنفس. لما بابن حلق حمام بيعلق بيجيار. أنا جالي دقيق التنفس دلوقتي. يا لا أمي مش قادرة أصدق. أهو الله العظيم بجد. أنا الحلقة دي مش قادرة أصدق. طب حد في كورة زار؟ وحيك برده؟ أه أنا حضرت زار. كان فيه فيلا مهجورة كده اللي هي دلوقتي قبل الفور كورنرز. السفارة الألمانية. كانت هناك فيلا مهجورة كده تخوف جدا. وكانوا يقال. فأنا روحتها. لا أمانا. كانوا يقال إنه بيعملوا زار. الناس هناك فيه بتعمل زار. بيسمعوا أصوات زار وبدأ وحاجات كده. يجيبوا البوليس. الناس بقى اللي هم السكنة حواليها. يطلقوا ما يلقوش حاجة. خالص. اهو الله خالص ما يلقوش. بس الزار زار كل يوم. كل يوم خميس وجمع. زار في المكان. أنا كنت معتقدة يا مها إنه لما فيه حاجة زيدي بتحصل بيبقى ناس معينة اللي بتسمع والبقائين ما بيشوفوش. لا لا لا. إنما وضح الناس كلها. العفريط بقت منفتح قوي. منفتح. فكان فيه الزار بيحصل. فتنت معها بقى. قالت لا ما أقدرش. لا 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 أروح. لا 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 أروح. لا لا لا. أنا بنت عزة كانت بتعمل. البروجيكت بتاعها كان عن الزار. يا مامي. فقعدت الدور فأنا قلت له فيه فيه. أنا بسمع يا بنتي فيه زار. هناك الزار. وبتع المهم الرجل الناس بجوم قالوا لنا لأ. ده ما فيش زار ولا أي حاجة. ده احنا منسمع كده. البيت ده مهجور بقى له سنين وبيت هيتهد. أكيد كان بيتهامل فيه زمان. أكيد. ده فنت ليه. المهم فجبنا ناس بقى علشان يحملوه زار. وشوفنا بقى الزار بس. وهما بيقطعوا الفرخة. ده ما انظررين. انت حضرت زار؟ لا الحقيقة. طب انت تعرف ايه هو الزار؟ اعرف انه ما فيه واحد بيفضل يتنطط كده. لا. بس انهم يعرفوا الزار ده بيطلعوا فى مجموعة من الناس. بتبقى معاها دفوف ومعاها آلات اقاع ضخمة. بتدي حالة رعب حتى الاقاعات بتاعتهم. اللهم بيقود يعملو كده؟ بيقول لك بيتلعوا حاجة. صح؟ يعني نكون حد مسلا صحب الموضوع ركبوا عفريت مفروض يعني. او حاجة مؤزية يعني بتحصل له. فيقولوا لك نعملوا زار عشان نتلعوا له العفريت ده. فبيبقى فيه إقاعات ودفوف بتتعمل في دايرة كده وبيبقى فيه حاجة في النص متغطية بملاية كده حاجة مش مفهومة معرفش هي بتبقى قلة ولا بتبقى إيه مش عارف إيه يعني أو شمحة مش فاكر يعني قلة لأننا حضرت زهر قبل كده في المنصورة عندنا عشان حاجة الفيلم ولا كان لا لا كنت أنا صغير ناس برضو في المنصورة بيعملوا زهر وبتعال لأن دي كانت حاجة موجودة يعني ومتدولة يعني فتلاقي الزهر دا إقاعاته كمان مكسورة شوية هتلاقي مثلا يبقى دا العادي في بقى فتلاقي فتلاقي وبعا كل دول والشخليل بتاعت وانت تعمل كده وانت بقى تشتغل معاها بقى لاقي رادي لاقي رادي لها نفسك بتتحرك بتتنطط ويقول لك دا عليها عفري التوركي فتلاقي السيد تقول لك ايه امان يا ربي امان طبعا دا بيستحبله يعني اه بيستحبله يعني ودب دب بس بتخاف بيحصل لك حالتروع وانا قرأت في مرة ان الاقاعات اللي بتبقى في الزهر نفسها هي يعني في العلوم الاقاعات السابتة دي نفسها هي بتعمل حالة من تخريج الطاقة السلبية برضو من الجسم يعني امان تسمعنا مزيكا بقى لو سمحت طيب يبقى نشكر مها طبعا جدا جدا نشكر احمد يونس جدا جدا ومرسيه على الرواح اللاكيد حلوة ومستنى الثلاثة أجزاء أرونين يالله بيبقى بلهمش علاقة ببعدة احنا هنقبل حاجة كلنا مع بعض ايوه ان شاء الله معده أنا طبعا قولي الجزء الرابع دا ملوش دعب التالت ولا التالت هم متربطين ببعض هي منفصلة متصلة يعني ممكن تقرأ بس يفضل تقرأ الأجزاء اللي فتت طيب ديب أنا حبت لي بقى من نمرة واحد لا أنا ده أنا عناية لاتنين ونورتونا وشرفتونا الحلقة خلصت بسرعة والحلقة كان فيها ساسفنس هو حاجة يقول الحلقة مقبضة وكلامها مبروك على ثلاثة يام في الساحل ألبوه مبروك يا لمسنية شوفها بصراحة نحوه شوفها ألبوه مبروك معها جدا وانت ليك حضور لذيذ وبيعجبني فيك انك متجددة وبجد أنت مبهجة وحيات ربنا وشيك وأحمد أنت مرعب في مبهجة وانت مرعب في لأنه أنت حاجة عظيمة ونتمنى يبقى فيه نشاط سينمائي دام الحاجة سيناريو رعب بقى عشان أنا مش هخشه برضو يشرفني ويلا بيت إن شاء الله